موسيقى اليوم نترقل واحد موضوع مهم وهو كما لاحظنا نكونوا لاحظنا جميع أن تبيض الأسنان ولا تواحد المسألة المتاشرة فيزاف عند الناس نتكلم اليوم على هذه المسألة الناس يقولون كتبان لهم ما هي المسألة مزيانة ولا ما مزيانة ما هي الصحة و ما هي الصحيحة ولا تعطي واحد المشاكل سنجاوب على هذه الأسئلة بالنسبة لتبيض الأسنان هو واحد المسألة التي تخص سنقول كطبيب جرح الأسنان نقترحها على الناس الذين يتجاوزوا يعني السن يكونوا متجاوزين السن 17-18 سنة على الأقل هذه المسألة الأولى المسألة الثانية كما يعرفون جميع هو كان أعطي ذلك النصح هذه الأسنان لأن المسألة و مع الوقت هذه الأسنان تصفر و مع السنوات و مع الأكل و مع المشروبات الغازية و المشروبات التي تعطي السكر يبزاف ولا تعطينا واحد تلوين للأسنان أتي القهوة المسائل كلها كيمكن لا تعطي تلوين والتبايد الأسنان جابش كيحيد هذه الملونات و يعطي نصح البيض للأسنان غي هو لكن أنا كنقول على حساب أول حاجة على حساب الطريقة التي سنستعملها هذه المسألة مع الأسف بزاف الناس يدرون تبيض الأسنان بدون زيارة طبيب جراح الأسنان باستعمال عدة طرق التي يمكن أن يلقوها مثلا في الانترنت أو لا يشريها في بعض الأماكن التي يستعملون المواد التي يمكن تعطيهم تخصص أو لا تعطي واحد المشاكل أول حاجة أن التبيض في هذه المسألة أو في هذه المرحلة من سبيل هذه المرحلة التي يستعملوا تبيض لمشي طبيب جراح الأسنان تكون النتيجة تكون أغلبية الأحيان أو دائما تكون نتيجة التي تكون رمزية لبضع أيام أو بضع أسبوع أو أسبوعين أو بضع أسابيع بغض النظر عن تبيض الأسنان عن طبيب جراح الأسنان التي تقدر أن نأخذه تكون لدينا نتيجة التي تكون زوينة بزاف وكتبقى مدة طويلة على حساب التعامل المريض وكل مدة تكون طويلة تصل للسنة سنتين على حساب تعامل المريض وعلى حساب النصائح التي تتبعها المشكلة الثانية أن هذا التبيض الذي يدار في أن تشف طبيب جراح الأسنان أو لا بدون أخذ الموافقة هذه المواد يقدر يأطر على الأسنان وعلى الأسنان يخلقوا مشاكل منها ومنها يخلقها شاشة الأسنان نحن نعرف أن هذه المادة طبيعة الأسنان هذه المادة يجب أن نستعملها لكي نكون عجنة جميع المشاكل الأسنان بما فيها السوسة بما فيها السنان المهارسين يكونوا مقادلين بما فيها ما يكونوا في الأسنان الخدشات أو تحفرات في المينة لهم لأن هذه المادة ستستعمل في درسة أو لأسنان التي تكون ما عندها تشي مشكل وهنا إلى ما كانش زيارة طبيعة الأسنان لأن هنا نقدر أن ندوز أحد هذه المشاكل وكنستعمل هذه المادة التي تأطر بصفة سلبية وسلبية جدا على هذه الأسنان والأدراس وعلى الأسنان وعلى مسألة هذه والنصيحة هي هذه الاستعمال لها التبيض أو المواد التبيض أحسن حاجة هي أن نأخذ الاتفاق أو نتافق مع الطبيب جراحي الأسنان التي ستأطر سوف يقوم بإمكانها نقل الأسنان ونقل منهم هذا الكالكير الذي يوجد ونرى ما كان هناك سوسة أو ما كان هناك مشكلة للتا وهنا من بعد يأتي تبيض الأسنان ومع الأسف لا تكون هذه المسألة مقننة من طبيب جراحي الأسنان يقول العكس يبدأ بتبيض الأسنان وهو عنده مشاكل للتا عنده مشاكل للسوسة عنده مشاكل في الفم ويبدأ بهذه المشكل ويقدر يعطي العواقب تكون وخيمة بالنسبة للطبيب جراحي الأسنان يكون عنده تقنيات بالنسبة للطبيب تكون تقنية عالية مثلا أنا كان استعمل مقنن يكون عنده الموافقة وعنده المتطلبات التي تكون ديزة من وزارة الصحة وكتكون عندها وحد يعني عندهم وحد لطن سينفيكاسيون وحنا فاش كنستعمل هون كيكون هنا لك كتكون هنا لك وحد المسؤولية وكتكون لأن هذا البيروكسيد الديدروجين وحد ذلك المادة كتكون خطيرة إلا كنستعمال ديالها مش استعمال مقنن ومش استعمال مش استعمال نقول علمي يعني وفي العيادة ديالطيب الأسنال كيكون هنا لك نوع من التبييد كين التبييد اللي كنقدر نديروه في مرحلة وحدة يعني في حصة وحدة بواحد لالامب اللي كتكون عندها واحد القوة ضوئية كتعاون ولا كتساعد هذا كتساعد هذا المفعول ولا ذلك المادة باش تعطي واحد المفعول غني نقول مفعول أقصى مفعول باش كيعطي واحد تبييد اللي كيكون بخوفيسيونال اللي كيكون واحد تبييد كيكون كيهم جميع الطبقات ديال الأسنان وكتعطي نا واحد النتيجة اللي اكسيلونت وكين عوثني التبييد الآخر وهو التبييد اللي كيكون على مراحل اللي كتكون الحصة الأولى كتكون في الطبيعة للطبيب جراحي الأسنان وكنا قدرنا نعطي واحد القوالب مع المادة اللي كتستعمل دائما مع المراقبة للطبيب جراحي الأسنان ودائما أخيرا دائما خستنا هالمسألة ديال صحة مع جميع غني نقول أنا كنصيحة في جميع الاختصاصات مع مريم ندير شي مسائل صحية بالنسبال نديرهم بواحد الوسائل اللي كيكونوا ماشي علميين ماشي ما كان نتطرقش ولا ما كان ناخدش النصيحة عن الطبيب ديالي دائما خستكون استشارة طبية في جميع المجالات وهنا في الخصوص منسبة الطب الأسنان ومنسبة للطبيض الأسنان ترجمة نانسي قنقر